شهدت خالد الأماش مدير قطاع الناشئين بالإسماعيلي على ضرورة دعم الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم مشيرة إلى أن وضع الفريق حالياً لا يلق بقيمة وجودة اللاعبين الحاليين ويحل الإسماعيلي ضيفاً على مصر للمقاصة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة في أطار الجولة الحداشر من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز وأضاف الوضع حالياً في غاية الصعوبة ويحتاج لتضافر الجهود ودعم اللاعبين والجهاز الفني شيء ضروري من أجل عبور تلك المحنة فالفريق حالياً في مرحلة فقدان الثقة والتي ستعود بشكل تدريجي مع بداية تحسن النتائج مؤكداً أن الإسماعيلي اسم كبير ووضعه الطبيعي أن يكون بين رباع المقدمة لذلك يجب طي صفحة غياب الانتصارات واعتبار مواجهة مصر المقاصة بمثابة البداية من أجل تعويض نزيف النقاط وأتم تصريحاته أتمنى من الجميع أن يتعامل مع الوضع الحالي بشكل أكبر من حيث الجدية واعتبار المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكوس لا بديل فيها عن تحقيق الانتصارات لا سيما أن الإسماعيلي يعد نادي يمثل المدينة وفي حال تراجع النتائج يشعر كل من فيها بحزن كبير ترجمة نانسي قنقر